لنعرف أكتر عن قصة جديدة خلال هالشهر الفضيل من الحكواتية رجاء بشارة صباح الخير صباح النور كيف تلك اليوم؟ أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني كيف كانت هالحكايات طيلة هيدا الشهر؟ اي بتتفعل هالشهر بيكتروا بيكتروا الحكايات بيكتروا الحكايات في حكايات تبقى معلمة أكتر من غيرها؟ لأ في حكايات نحن منحبها أكتر من غيرها منحكيها أرياحية أكتر من غيرها كمان الناس بتمبسط فيها بطل ما بس تمبسط إذات بقوعة تحكيها هيكي بيه حماس أكتر في حكايات رجاء ما بتغوص فيها يعني في حكايات خليني أقول مثلا حكايات العلاقة بالدين تبقى محرمة أو بالعكس الحكايات حلو نضوي عليها ولكن بطريقة الحكواتي أشوفي الحكواتي لما بيحكي حكايات بيسمح لخيال ويلعب وإذا نسي عنده سرعة بديهة بيركب موقف وبيكف عرفته؟ هلأ في مصادر بالكتب السماوية فيها كتير حكايات حلوة بس يعني أنك تغوص تخذيها وممكن تحكي مثلا نخذي صورة مريم القرآن الكليم كتير حلوة بس ما فيك تحرفة بتخافة لأنه هيدا حكي سماوية يعني مش أو مثلا إنجيل مثل كيف سيد المسيح فات عقورة الشليم نعم ما فيك أنت تستسرح وتمرح مثل ما بدك بالحكاية طبعا يعني في مساحاتك محدودة فمشان هيك أنا مثلا أنا شخصيا نوفي فبنهرب يعني أنه بتفضل عدم الغوص بفضلوا ناس يقروه أراية هاي لأنه إذا بدك بالتاريخ قبل ظهور الإسلام كان الحكواتي اسمه السامر اللي بيخرف وبيحكي وبيسل وبيضحك وكذا مع ظهور الإسلام صار اسمه القصاص اللي بيقرأ قصص قصص الأنبياء قصص الناس الصالحين فمساحة الحكواتي بي هيك أنه يصرح ويمرح بتصير محدودة هون مشان هيك يفضل عدم الغوص فيها يعني أنه بيبعد شوي بيقروها بتقريها بتستمتع فيها بس أنه بتمرو عادة بهيدا الشهر أو أنه كمان مش كل الأوقات بتمرو بجو يعني بتعرف كيف تمرو لا تستلهمي الأفكار الدينية يعني هاي بتحكيها بطريقة حكواتية أوكي منه بتسلي وبالآخر كل حكاية في إله عبره أكيد ماكي شي بتحكيها هكي بس بتستلهمي أفكار بعدين أصلا الكتب السماوية هي عبارة عن عبر عن عبر طبعا عن تجارب عبارة عن حياة يعني أكيد مية بالمية طيب رجاء شو الحكاية اليوم شو القصة اليوم الحكاية عن الله أكرم كان يا ما كان وكان ببيت بمدينة إذا سألوكي عن عنوان للشح والقلة قولي ساكن بهالبيت هالبيت كان ساكنوا مرة وزلمة بس هالمرأة مرضية وراضية وكانت دايما تقول الحمد الله يجي جوزة تعبان تقول له طول بالك يا رجال الصبر إلا ما تفرج بس الشح والقلة لحقته بساكنة وهي تسكر باب بيتها عليها لا تشكي همه إلا لرب العالمين ومرت القيامات وهالدولاب راجع لورا راجع لورا بش عم يتحرك وإجا شهر رمضان الكريم والشح والقلة معه قامت جارتها قالت لها بلك يا جارة حسيت عليها في بهالضيعة في شيخ جليل ساكن بيته ما تسكر لحده والناس بتأمن بدعواته وبحكيه والحلو روحي شكيه ربي شكيه له بلكي الله بيفرجه وبهالليل قعدت مع جوزة وقلت وخلت له شو رأيك نروح مش هنقصر شي خلينا نروح نشكيه له همنا بلكي بيدعي لنا بلكي بتفرج والله تاني يوم بعد ما خلت شغله حمل حاله وهو ومرته ومشيه هو من الميلة التانية من البلدة يعني مشوار على الإجران مشوار طويل مشيه ومشيه وصلوا لعند الشيخ وحكولو حكيتهم كيف الشح والقلة بيشتغلو وهني راضيين بي بس نطرين يعني شو الحل كيف يعني ساعدنا بالدعاء بس كان شهر رمضان الكريم بيصر الشيخ يخليهن عنده على الفطار أوكي وبيفطروا وكانت ليلة القدر بيقلهم شو رأيكم تقبضوا معنا ليلة القدر وبيقوا الله بيقوا ومنصلي سواه ومندعي ومنشوف والله بقيوا وإخباحة الصلاة وطلع هالشيخ لقى هالمرة ريفحة إيديا بكل الخشوع وعب تدعي ودمعتها نزيت عخدها طلع الشيخ ورفع إيده لرب العالمين قال له يا رب تقضيه لحاجتها ورجع هالمرة والزلمة عبيتهم وجه النوم الشيخ بيشوفوا بمناموا المرة والزلمة بس فوق راسهم مكتوب وبشر الصابرين ما بيصدق تاني يوم بروح ليبشرهم بروح بيخبرهم عن رؤيته عن منامه بيسأله يا بنتي انت شو دعيته بيقول له يا مولانا أنا دعيت يا رب يفرج علينا ويرزقنا ولو سنة بيقول له يا بنتي دعائك رفح تحقق بس والله العلم عند الله يمكن هالفرج يجيكون سنة ويوقف لأنه انت طلبت السنة صح والله يعني الدولاب قلب صدق الدولاب قلب صار الرزق يجيون من وينما كان وفتحت بيتها المرة وضلت هيك متواضعة وتستقبل الرايح والجاي وتساعد يعني الحمد الله كيف الله فتح عليهم والرزق عبيزيد والقيامات عبتمشي والرزق عبيزيد والقيامات عبتمشي وقبل ما يبلش شهر رمضان قعدت هي وجوزة قلت له يا رجال رب العالمين شو بيقول قال له شو بيقول قالت له بيقول وإنما بنعمة ربك فحدث قال له ايه قالت له كيف ما نحدث عن نعمة ربنا إذا ما فرجينا كرمنا شو رأيك نعمل مضافة للمحتاج وعابر السبيل برمضان الله بيعطينا أجرة قال له يا مرة بس إنه رسني رح تخلص ويمكن رزقنا يوقف قال له الله كريم بس خلينا نعملها والله هالمرة بتعمل مضافة وبتصير شهر رمضان المحتاج وعابر السبيل يمرق لعنده حلو وصار وقبل ما يخلص شهر رمضان جمعت هالنسوان وجابت لوازمت كسوة العيد ولبست كل العيال المحتاجة بيقولولك شهر رمضان كان أحلى بالعيد الفطر أحلى عيد مرأة هالضيعة كل العالم الفرح فات والسعادة على كل بيوت من وراهن وكانت هالمرأة كتير سعيدة وخلص سهر رمضان وخلصت مهلة السنة إنه قاله الشيخ العلو عند الله سنة صح بس الفرق صار الغزق يزيد والصحة تزيد استغرب الزلمة من حشريته وخوفه وقلقه قاله بدروه عند الشيخ بدي اسأله ما قالنا العلم عند الله إنه السنة رح يخلص يعنه حلمك أنت طلبت السنة رح يخلص والله رح سأله وصلوا لعند الشيخ قالوا له أنت قلت لنا سنة بس الحمد لله الرزق بعده عبيزيد طلع فيهن قالهن يا ولادي لمن الله كرمكن أنتوا كنتوا حدستوا عن كرمه حدستوا عن نعمه بدكنوا تكونوا أكرم من الله لا والله الله أكرم روحوا ع بيتكن وكفوا حياتكن الله كريم معكم يبعث لكم الصحة والعافية وهيك بجعوا ع بيتكن مبسوطين وسعيدين إن شاء الله هالحكاية بتتحقق مع كل الناس المحتاجة بهذا الشهر خاصة مع قرب عيد الفطر يعني تقريبا كم يوم بتفصلنا عن هالعيد فمنتمنى هالفرحة اللي اعتيتنا إياها من خلال هالقصة تكون فرحة لكل الناس اللي هي انتظار هيدا العيد اللي بتنتروا أيضا من سنة لسنة شكرا كتير لأليك رجاء نورتينعك الحال طيلة هالشهر الفضيل شكرا لوجودك معنا شكرا لحكاياتك الحلوة